وفي صحيح البخاري قصة عظيمة جدا تهز القلوب تهز القلوب هزا رواها الإمام البخاري في صحيحة ويقصة إبراهيم الخليل مع والد يوم القيامة ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقول لك لا تعصني فيقول والده الآن لا أعطيك يقول والده الآن لا أعطيك ثم يقول إبراهيم الخليل خليل الرحمن يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين هذا جواب الله لإبراهيم ثم يقول له يقول الله لإبراهيم انظر فيلتفت وإذا والده صار على هيئة ذيخ على هيئة ذيخ الذيخ ذكر الضباع ملطخ بدمه قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن والد إبراهيم وقرأ في آخر سورة التحريم قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوك كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله سيئة ونوح لم يغني عن ابنه سيئا لأنه كان كافرا ولم يغني عن زوجته سيئا لأنه كانت كافرة إبراهيم لم يغني عن أبيه سيئا لأنه كان كافرا فالسفاعة لا تكون إلا بإذن الله للسافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المسوع له